إلى أي مدى من الممكن أن يتغير الموقف الأمريكي هل قد يتغير الموقف الأمريكي مع تغير الرئاسة أو تغير الجالس في المكتب البيضاوي ليس حالياً أعتقد أننا سنرى أعتقد أننا نرى الشباب الشباب الأمريكية يعتصمون ويتظاهرون تجاه ما يحدث خلال المدن الأمريكية ولكن الآن كبار السن في أمريكا صناع القرار من لديهم القوة في أمريكا هم مصرون على رأيهم والاتحاد مع إسرائيل ربما لن نرى هذا الآن ولكن الضعف الذي تعاني هيئة صناع القرار في أمريكا هي ما ستدعو الشباب لتغيير هذا الأمر قريباً هل ترى أن هذا الموقف الحالي قابل للحل أو على الأقل لتحريك هذه المياه التي لأستطيع وصفها بالركود لأنها مياه متحركة ولكن من جانب واحد وهو العدوان الإسرائيل المستمرة على الأراضي الفلسطينية هل من الممكن الوصول إلى حل الحل الوحيد لإيقاف هذه الإبادة هو على الولايات المتحدة يجب عليها أن تتوقف عن دعم إسرائيل لا أرى ذلك يحدث بدون أنا شخصياً أقارن هذا الأمر أقارن هذا الأمر بما حدث في سارييفو من قبل أكثر من 400 قنبلة كانت تقذف يومياً ولكن بوقف الدعم متوقفة الحرب كما هو الحال في غزة نتحدث عن مئات القنابل ومئات القتلى يومياً ربما إسرائيل الآن إسرائيل الآن ربما لم يتبقى لها إلا أن تلقي قبلة نووية على غزة ما نراه الآن ما نراه الآن أن إسرائيل تريد أن تجع الغزة مكان غير قبل العيش وأن تجبر الفلسطينيين على الانتقال خارج غزة ربما يريدون سيناء ولكن هذا لن يحدث فربما أقول أن أن إرسال الفلسطينيين خارج بلدهم حل غير مطروح وغير مرغوف ولكن الرواية الأمريكية رواية مضحكة الولايات المتحدة هي شريك رئيسي بدعمها للسلاح الإسرائيلي ودعمها المالي وهذا ما يجب أن يتوقف إذن يعني على ذكر ما حدث في الماضي في سراييفو فأعتقد وأرجو أن تصححني في الرؤية أعتقد أنه عندما يأتي الأمر لدى أو في داخل المنطقة العربية أو عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فأنه واشنطن تتخذ مواقف مغايرة تماما على مواقفها أو عن مواقفها الدولية المعروفة نعم نعم أتفق تماما هذه الولايات المتحدة الأمريكية لديها معيير مزدوجة وما رأيناه خلال آخر عشرين عاما في العالم الإسلامي الجرائم التي كانت ترتكب في العراق في أفغانستان في سوريا في ليبيا نعم هناك ازدواجية كبيرة للمعايير حينما يأتي الأمر بالنسبة لإسرائيل فأمريكا لا تفعل شيئا ربما إذا كانت هذه دولة عربية كانت أمريكا تعترف أنها إبادة جماعية ولكن أعتقد أن حماية الأمريكية لإسرائيل وعلى ما نراه من إعدام للعرب سواء كانوا مسلمين أو بصحيين في فلسطين في السودان ربما هذا هو بسبب الحماية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر